البداية الليلة من سوريا حيث دخلت معركة إدلب منعطفا جديدا لم يكن كثيرون قبل أشهر يتوقعون فقد أصبحت أنقرة أقرب إلى المعسكر الروسي وأبعد ما تكون عن تحالفاتها التقليدية لكن الدخول التركي على خط المواجهة لا يخلو من ضلال شك إذ بدت تصريحات أنقرة بشأن التعاون الميداني مع موسكو متعارضة مع ما تؤكده الفصائل المشاركة في الجيش الحر من أن دور الطيران الروسي لا يتجاوز ضمان الغطاء الجوي للعمليات كما أن غياب التحالف الدولي عن المشهد يبدو مريبا مثل ما تبدو العلاقة ملتبسة مع جبهة النصرة التي كانت إلى وقت قريب محسوبة على الحاضنة التركية من تركيا إلى إدلب وبالعكس هو طريق النار المشتعل الآن على جانبي الحدود التركية السورية وجها لوجه الجيش التركي ومسلحه المعارضة السورية في ملاقات مسلحي جبهة النصرة عملية عسكرية كبرى بدأت بقصف مدفعي تركي لمواقع النصرة في إدلب بحسب المرصد السوري فإن قضائف عدة من الجانب التركي سقطت في مناطق ريف إدلب بعضها قرب مخيمات للنازحين القصف تبعته اشتباكات بين جيش التركي ومسلحي النصرة عند منطقة كفرلوسين الحدودية في ريف إدلب الشمالي وذلك بعيد قيام القوات التركية بإزالة جانب من الجدار الحدودي الفاصل لفتح الطريق أمام الجيش الحر لدخول إدلب في المقابل استقدمت جبهة النصرة المزيد من التعزيزات إلى المنطقة وتحديداً في محيط قرية كفرلوسين الجبهة استهدفت بقضائف عدة موقعاً حدودياً للقوات التركية قبالت منطقة باب الهوى في ظل هذا التصعيد قد يدخل الطرف الروسي على خط المواجهة في إدلب هذا ما كشف عنه الرئيس التركي في وقت سابق وتشير أنباء نقلاً عن الرئيس التركي إلى وجوداً روسياً جوياً في معركة إدلب لكن مصادر في الجيش الحر نفت ذلك مشيرة إلى أن مشاركة سلاح الجو الروسي ستقتصر على حماية خط الاشتباك بين فصائل الجيش الحر والقوات الحكومية السورية تأتي هذه التطورات المتسارعة وسط تقارير تشير إلى اتفاق تركي إيراني روسي أعطى الضوء الأخضر للقوات التركية بالتحرك في إدلب يأتي ذلك بعد أن اتفقت الدول الثلاث أخيراً في مؤتمر أستانا على إدراج إدلب ضمن مناطق خفض التوتر وحتى تتضح الصورة أكثر هذه الآن نظرة على خريطة محافظة إدلب وأبرز مكوناتها الديمغرافية في الوقت الراهن معك يوسف عملية معقدة وتثير ليس فقط تساؤلات تثير كثير من الاستغراب بالنسبة للكثيرين هي خفض تصعيد وخفض تصعيد التوتر علماً أنه لا توتر ولا مشاكل في إدلب منذ أن سيطرت عليها النصرة هي التحرير الشام وانسحبت أحرار الشام ما في قتال أصلاً حتى مع الجيش السوري قليل وبالتالي هي على الأغلب عملية سيطرة على الأرض أكثر منها خفض تصعيد الآن سنتحدث عن مدينة إدلب التي خرجت عن سيطرة النظام في مارس عام 2015 المحافظة طبعاً خرجت عن سيطرة النظام بشكل أبكر لكن المدينة وبشكل كامل المحافظة في 2015 تقدر الإحصائيات عدد سكان المحافظة وريفها بما لا يقل عن مليوني مدني بينهم حوالي نصف مليون مهجر من عدة مدن وبلدات سورية إدلب هي الوجهة الأولى لآلاف المسلحين وأسرهم الذين انتقلوا إليها في إطار اتفاقات مع الحكومة وخسارة المعارضة لحلب نهاية العام الماضي كلهم ذهبوا إلى إدلب أهم الفصائل المسلحة هي هيئة تحرير الشام وهي جبهة النصرة وحركة أحرار الشام أحرار الشام تركت إدلب في خلاف مع النصرة وهيئة تحرير الشام وذهبت إلى تركيا كما تضم محافظة إدلب فصائل من الجيش السوري الحر الأخرى فصائل صغيرة بينما تسيطر قوات النظام السوري على بلدتين فوعة وكفرية فقط في محافظة إدلب هذه هي التكوينة لإدلب لكن على الخريطة ما هي الأهمية العسكرية والجغرافية لإدلب التي جعلت منها مهمة لهذه الدرجة تحديدا لتركيا نلاحظ هنا على الخريطة هذه هي محافظة إدلب قريبة من حلب يحدها شرقا حلب في الجنوب حما في الغرب نقترب من طرطوس واللاذقية في الشمال الغربي هنا وتقريبا من الشمال تركيا هطاي أو الإسكندرون هي الحدود المهمة النقطة المهمة بالنسبة لتركيا هي عفرين هذه المدينة التي يسيطر عليها الأكراد هنا والتي تدخل في خاصرة تركيا وتعتبرها تركيا تهديد أمني لها هنا إدلب تحدها من الجنوب وقوات درع الفرات تحد عفرين من الشرق وبالتالي هذا يجعل من إدلب نقطة مهمة سنذهب سريعا لنرى كيف من أين سيكون الدخول التركي تحديدا كمدرعات ستكون هنا تحديدا من هذه النقطة وأيضا من هذه النقطة حتى الآن لا يوجد دخول لمدرعات لكن هناك قصف لكن المهم هو دخول بعض الجنود وتمركزهم تحديدا هنا على هذه النقطة جنوب عفرين هنا في هذه المنطقة تريد تركيا أن تتمركز بهذا الشكل في جنوب عفرين من أجل محاصرة الأكراد في الجنوب وهي لذلك تتفاوض مع جبهة النصر للتسليم هذه المناطق أيضا هناك رغبة للسيطرة على كل الحدود مع تركيا من أجل منع موجات نزوح إلى تركيا والسيطرة على الحدود طبعا هذا بالنسبة للجانب التركي نحن لم نتحدث عن جانب الروسي والإيراني علما بأنه المفروض أن يكون هناك أيضا دخول أو تقدم أو حصار على الأقل من المحيط من الشرق من شرق محافظة إدلب من قبل أقوات النظامية مهند وهناك كما ذكرت أسئلة أنه هل هي معركة حقيقية ولا معركة تدجين للنصرة استلام الأراضي تغيير لأنه المفروض أن يكون هناك سلاح الجو الروسي يدعم ويقصف وهو لا يحدث ويفروض أن يكون في معارك تحدث مع النصرة لم تحدث واللافت يوسف بالأمس السبت كان هناك بيان صادر عن جبهة النصرة أي التحرير الشام يتواعد تركيا والقوات الحليفة لها الفصائل الجيش الحر بأن دخول إدلب لن يكون نزهة اليوم شاهدنا مقاطع فيديو تظهر وجود مرافقة وفد تركي يرافقه وفد بن النصرة ويتفقون على أين سنسلم لكم أي مكان يعني مشهد معقد وملتبس إلى حد كبير دعنا نحاول أن نفهم بعض أجزاء هذا المشهد من ضيفنا معنا من بيروت الآن الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنة عميد حنة مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه العملية التركية والفصائل الجيش الحر في منطقة إدلب كيف نفسر أولا هذا التحالف الميداني بين تركيا التي من المفترض أن تدخل إلى هذه المنطقة وتفرض منطقة تهدئة وتسيطر على الأراضي وجبهة النصرة التي رافقتها اليوم رافقت المركبات التركية في عملية الاستطلاع مرحبا أولا هذا ما يحصل اليوم هو استمرار لعملية طويلة الأمد بدأت من اقتراح الأربع مناطق لخفض التوتر كما قال يوسف ليس هناك من توتر داخل منطقة إدلب أثنين الخارطة التي شرحها يوسف توضح بشكل مهم جدا جدا أنه قليم عفرين هو بين فكايل كماشا إن كان درع الفرات ألفين كيلومتر ونتحدث عن إدلب ما يقارب ستة آلاف كيلومتر مربع اليوم عندما نتحدث عن إدلب نتحدث عن منطقة ستة آلاف كيلومتر مربع نتحدث عن مليونية شخص نتحدث عن كل بقايا من قاتل إن كان في شمال حمص أو إن كان في الزبداني أو إن كان في أي منطقة تم التفاوض عليها وتم ترحيل المقاتلين مع عائلاتهم إلى إدلب هذا الأمر يعطينا فكرة أنه الدخول إلى إدلب يتطلب بالحد الأدنى مؤشرات تكتية وعسكرية على الأرض تتجاوز كل ما ظهر حتى الآن يعني أنت تهاجم منطقة فيها جبهة النصرة أو جهيئة تحرير الشام مسيطرة تماما فيها مقاتلين فيها مليوني شخص ما يجري اليوم هو عملية إذا صح التعبير هذه المؤشرات العسكرية على الأرض من دبابات ومن طيران ومن هندسة ومن مدفعية المدفعية لم تتقدم هذا يدل أنه ليس هناك من هجوم أساسي مواكبة عناصر من جبهة من هيئة تحرير الشام لقوات عسكرية تركية لاستلام مناطق معينة أنا أعتقد اليوم هناك شيء لا نعرفه ندرس مؤشراته وكأنه يتم بالاتفاق الذي قاله الرئيس إردوغا نحن نسيطر على محيط إدلب وداخل إدلب والجيش الروسي والنظام في خارجها ويتم عملية مودوس أوبراندي أو مودوس فيفندي عملية التقسيم وتوزيع الأدوار داخل إدلب من سيسيطر عليها كيف سيتم تحسين وجهة أو وجه جبهة أو هيئة تحرير الشام هذه النقطة تحديدة التي أريد أن أسألك عنها سيد العميد هل تركيا الآن مضطرة على أن تفكك هي بيديها ما كانت تدعمه في السابق تركيا آخر دولة اعترفت بأن جبهة النصرة هي تنظيم إرهابي يعني 2015 آخر شيء وهناك واضح من الصور اليوم أنه في قنوات تواصل واضحة مع هذه الجبهة الآن روسيا هل تحمل تركيا مسؤولية تفكيك جبهة النصرة قسمها توزيعها وإلا فإن طيران الروسي ممكن أن يقوم بنفس العمل الذي قام به في حلب وأن يمسح هذه القوات على الأرض بتدخله الجوي هل تحاول تركيا أن تصلح ما كانت قد أفسدته في السابق الآن إذا نظرنا إلى الدور الروسي في سوريا عزيزي يوسف نرى فعلا أن هي عملية التنصيق والترتيب التوزيع العملاني يعني هناك تركيا المشاركة في الأستنة إبعادة عن الولايات المتحدة الأمريكية لابد من مكافأة تركيا وإذا قامت تركيا بهذا العمل وهي أصلا كانت تدعم هذه التنظيمات للإطاحة بالنظام وأنا لا أقول العملية الإرهابية الكل يستغل الإرهاب لأهداف جيوسياسية مهمة جدا هذه المنطقة أصلا تقع ضمن الفكر التاريخي الفكر التاريخي لناشنل باكت أو المثاق الوطني بالعام 1920 اليوم يعطى لتركيا دور معين لتفكيك هذا الأمر وبالتالي ترتيب المنطقة لأن روسيا اليوم في أشد الحاجة للخروج من الفعل العسكري يعني اليوم لا يمكن لروسيا أن تفعل في إدلب كما فعلت في شرق حلب ولا يمكن لها أن تتابع بنفس النمط كما يحصل في دير الزورة الميدين هي في مرحلة الراب أب يعني مرحلة إغلاق العملية العسكرية وبالتالي الانتقال أسرع ما يمكن إلى العملية السياسية لأنه نتذكر أنه اليوم في تململ داخل الرأي العام الروسي إذا كان هناك من رأي العام ونحن قادمون على انتخابات في العام 2018 مايو على ما أذكر الرئاسية وهذا أمر مهم جدا لأنه اليوم روس سوريا بالنسبة لروسيا هي جزء بسيط من صراع يمتد من كوريا الشمالية إلى فنزولا وما يؤكد هذا الأمر الدور الروسي هو زيارة الملك السعودي مؤخرا إلى روسيا هذا يدل على حجم الدور الروسي تريد أن هذا الموضوع وبالتالي تفويد تركيا للقيام بالعمل العسكري لأنه أقل كلفة على النظام على إيران وحتى على روسيا طيب عميد حنب بالمقابل من الجهة الأخرى ما الذي يدفع جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام للقبول بهذه الترتيبات أولا كما نعلم جبهة النصرة ترفض مقرارات أستانا ترفض مناطق خفض التصعيد تعتبر فصائل درع الفرات فصائل خائنة بحسب بيانها الأخير طبعا تعتبر الطيران الروسي طيران معادي وفي نهاية المطاف هذه المناطق ستحرمها من وجود جغرافي ما الذي يدفع جبهة النصرة إلى القبول والمشاركة في مثل هذه الترتيبات يعني الكلام بحد يعني الجواب هو في نفس السؤال عزيزي مهند عندما تقول جبهة النصرة أنا أقول هيئة تحرير الشام عندما أعلنت هيئة تحرير الشام الانفصال عن القاعدة وبالتالي كانت هناك عملية تبييد وجه لهذه المنظمة إن كان من خبل دولة قطر أو غيرها لقبولها واليوم الحديث اليوم عن شيء برفض هذا الأمور يجب تطويع وترويد هذه المجموعة للانتقال إلى مرحلة سياسية على أن يكون هناك دور سياسي يعني اليوم نحن في مرحلة عسكرية تحضيرا لآلية سياسية ترضي الكل ولكن المستغرب هو غياب الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الأمر والاكتفاء بالمنطقة الشرقية نحن اليوم عندما نتحدث عن عفرين ثلاث أمور أساسية تقلق تركيا أولا المشروع الكردي بعد الاستفتاء بالعراق عفرين ومنطقة الحسكة وعدم التواصل بينهما اثنين تزايد القدرة في تزايد عدد السكان في منطقة إدلب وبالتالي أصبحت لا يمكن السيطرة عليها والأهم اليوم هو التحول الأمريكي إن كان على صعيد سوريا أو على صعيد المنطقة وبالتالي الانهماك الأمريكي داخل المشاكل الداخلية في أمريكا اليوم تركيا تحاول إعادة التموضع وهذا الأمر يعطيها دور ضمن العملية السياسية أو العسكرية في سوريا سؤال أخير باختصار لو سمحت إذا ما رجعنا بالتاريخ للسابق روسيا دخلت الحرب في سوريا قالت ستحارب داعش والنصرة وكل هذه الفصائل المسلحة كان في خلاف مع تركيا خلاف مع الدعمين للمعارضة هل نستطيع أن نقول اليوم بهذه العملية أن الطرح الروسي هو الذي انتصر حتى بدون نقاش يعني الآن تركنا داعش بدأ جاء دور النصرة وغيرها من جماعات يجب القضاء عليهم في سوريا بالطبع اليوم النظام يعني الأهداف التي وضعها الرئيس بوتين تحققت حتى الآن استمرار النظام استرداد الأرض ولكن لا يمكن استمرار بهذه العملية بهذا النمط لأنها مكلفة جدا اليوم القلق هو في مرحلة ما بعد داعش تركيا سوريا إيرانيا وحتى روسيا مرحلة ما بعد داعش من سيسيطر من سيكون على الأرض من هي الإدارة قد يكون هناك حل سياسي مفروض من الخارج ولكن اليوم لم يستوي لم ينضج هذا الحل السياسي نحن يمكن بمراحل الأخيرة أو ما قبل الأخيرة إن كان بالميادين الرقة وفي منطقة إدلب شكرا جزيلا لك العميد الرئيس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من بيروت